بعد أن اصبحت الماكولات ضمن أنماط السياحة الجاذبة عالميا سعت وزارة التراث والسياحة إلى إقامة مهرجان فنون الطهي العمني ضمن فعريات موسم خريف ظفار وذلك للتعريف بالمطبخ العمني الثري بنكهاته والدال على التنوع الثقافي المستمد من تاريخ سلطنة عمان هذا النسخة الأولى لهذا المهرجان لتعزيز سياحة الماكولات وأيضا توثيق وحفظ المأكولات العمانية من خلال تنفيذ مثل هذه المبادرات قامت الوزارة أيضا مؤخرا بإصدار كتاب توثيق المطبخ العماني في التعاون مع قامة سلطان قابوس المهرجان تضمن عروضا حية نفذها عدد من الطهات العمانيين إلى جانب طهات من دول مجلس التعاون الخليجي أظهروا فيها غنى المطبخ الخليجي وتنوعه المهرجانات هذه تضيف لنحن الاستفادة وثاني حاجة لا تنسى أنه من إقامة المهرجانات هذه راح تتعرف أنت على أشياء جديدة أيضا وحتى الطاهي يطور من نفسه أصلا المهرجان كان واقد حلو بالنسبة لي واقد واستفدت واقد يمكن فيها أكلات نحن ما نعرفها فمن شي فيها الثانية تعلمنا منهم واقد أشياء صراحة ونفس الشي مع تفاعل جمهور ما شاء الله كما ضم المهرجان وأركانا لعدد من مطاعم الماكولات العمانية التقليدية التي سمحت لزوار الخريف بتذوق أصنافها المتعددة بالإضافة إلى أركان للمنتجات الزراعية والمحلية التي تدخل في مكونات الوجبات العمانية واجتذب ركن الطاهي الصغير العشرات من الأطفال يوميا لما يقدمه من معلومات ومهارات حول أساسيات فنون الطبخ ترجمة نانسي قنقر